في خطوة غير مسبوقة تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كباراً مستشاريه عندما قرر سحب كل الجنود الأمريكيين من سوريا وفي غضون ساعات بعد قراره وفي أحدث مؤشر على أن صبره بدأ ينفذ إزاء أطول حرب خضتها الولايات المتحدة وإزاء التدخلات العسكرية في الخارج بصفة عامة قرار ترامب سحب أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان وقال مسؤول أمريكي إن قراراً اتخذ وصدرت أوامر شفهية لبدء التخطيط للانسحاب وذكر أنه يجري بحث جداول زمنية لكن من المحتمل أن تبدأ العملية بسحب أكثر من خمسة آلاف بين أربعة عشر ألف جندي أمريكي خلال أسابيع أو شهور وبحسب المسؤولين فإنه يبدو في حكم المؤكد أن واشطن ستقلص مهامها وأن ترامب يسعى لغلق باب الصراع بأفغانستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدأ في أحاديثه الخاصة عن عدم الرضا إزاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن ترامب بدأ وكأنه قد فقد كل صبره فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ومنذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 لقي أكثر من 2400 جندي أمريكي مصرعهم في الحرب الدائرة في أفغانستان فيما حذر مسؤولون بالبنتاجون مرارا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة في الخارج ترجمة نانسي قنقر